وقعت أحداث هذه القصة العجيبة في عام 1998 في الأردن وهي عن رجل يدعى ناصر وكان عمره آنذاك خمسين عاما وكان متزوجا ولديه عدد من الأطفال كان ناصر يعيش في قرية تدعى الرشادية تابعة لمحافظة الطفيلة وكان يحلم بالسفر إلى السعودية هو وزوجته وأولاده بهدف الاستقرار فيها ولكنه لم يكن يملك المال الكافي لتحقيق ذلك الحلم فقرر اللجوء إلى أقاربه ليستدين منهم بعض المال وبالفعل سافر إلى مدينة معان حيث يعيش أقاربه وصل ناصر إلى بيت ابن خاله وكان يدعى خليل ولكنه لم يكن متواجدا في البيت فقد أخبروه أن خليل خرج منذ ساعتين إلى إحدى المناطق المجاورة وظل ناصر يبحث عن خليل حتى وجده فأصر على خليل أن يوصله إلى بيته رغم إصرار الأخير بالرفض حتى امتثل لطلبه وفي الطريق راح ناصر يسأل خليل عن أعماله وعن حياته ولماذا جاء إلى هذه المنطقة فأخبره خليل بأنه أقرض مبلغا من المال وقيمته 2500 دينار لبعض الأشخاص وجاء ليسترده منه وظل خليل يتحدث مع ناصر عن المشاريع التي ينوي القيام بها ليطور من حياته وتطرق إلى المال الذي حصل عليه وبينما هو يتحدث حتى شعر بشيء حاد اخترق صدره طعن ناصر خليل ليأخذ المال الذي بحوزته وتجسدت ملامح الشيطان في وجهه في تلك اللحظة وظل خليل ينظر بذهول إلى ابن خاله ناصر وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة كيف سولت له نفسه فعل هذا الأمر رغم أنه يحمل سلاحا إلا أن قواه الخائرة حالت دون الوصول إليه وقام ناصر بسحب خليل خارج السيارة بعد أن أخذ المال الذي بحوزته ثم هم بالمغادرة لكنه سمع صوت خليل لا يزال يتنفس فأطلق النار عليه وأرداه قتيلا ثم أدخله المغارة وقام بوضع الحجارة على بابها حتى يخفي أثار جريمته ثم عاد إلى بيته وكأن شيئا لم يكن فأخبر زوجته بأنه يتحتم عليهم السفر إلى السعودية على الفور متذرعا بحصوله على عمل فيخشى أن يضيع من يده وبالفعل سافر ناصر وعائلته إلى السعودية واستقر فيها أما أهل خليل فقد بلغ منهم اليأس مبلغا كبيرا وهم يبحثون عنه ولم يجدوا له أثرا يذكر وكان خليل يبلغ من العمر 62 عاما فكيف له أن يختفي هكذا إلا إذا حدث له مكروه وأبلغت عائلته السلطات الأمنية وراحوا يسألون أصدقاءه ومعارفه ولكن دون جدوى ومضت ستة أشهر وعاد ناصر إلى الأردن متجها إلى بيت خاله أبو خليل وقد ارتدى قناع الشيطان وراح يسأل عن خليل ويقترح عليهم زيارة بعض الأماكن كي يبعد الشبهة عن نفسه ليس هذا فحسب بل ذهب شيطانه أبعد مما تتخيل فسألهم أليس بينكم وبين إحدى العائلات الثأر؟ قالوا بلى قال ربما قتلوه ثأرا لقتيلهم فثارت ثائرة العائلة بعد سماع هذا الكلام وأقسم أحدهم أن يقتل عشرة رجال بدلا من خليل الذي قتل غدرا فلا ناقة له ولا جمل بتلك الحادثة فلماذا يقتل؟ وكادت أن تندلع فتنة عشائرية بين القبائل لولا أن تدخل وجهاؤها وزعماؤها في حلها فقد أقسم أهل العائلة أنهم لم يمسوا شعرة واحدة من رأس خليل وأنهم بريؤون من دمه براءة الذئب من دم ابن يعقوب وعاد ناصر إلى السعودية بعد أن خاب أمله في إزاحة الجريمة عن كاهله وعاش حياته وكأن شيئا لم يكن ومضت الأيام والسنين وبعد ثلاثة عشر سنة شعر ناصر وقد بلغ عمره الستين بتأنيب الضمير فأهل خليل لا يعرفون شيئا عن مصير ابنهم ولو أنهم رأوا جثته لهدأ بالهم ولكن ماذا يفعل ليكفر عن ذنبه في أحد الأيام وصل لأهل خليل أن امرأة قادمة من مدينة الكرك تدعي أن لديها القدرة على التعامل مع الجن وأنها تسخرهم لعمل ما تريد ولأن أهل خليل أسقط في أيديهم قرروا اللجوء إليها وخاصة أنها كانت قريبة من مساكنهم وبالفعل ذهبت زوجة خليل وشقيقاته إلى تلك الساحرة فأخبرتهم المرأة عن قدرتها على تسخير الجن وكيف أنها تستطيع العثور على الأشياء الضائعة وبالفعل سألتها العائلة عن خليل أشعلت المرأة البخور وراحت تكلم الجن وقالت إن ابنكم في منطقة ليست ببعيدة استطيعوا أن أدلكم على مكانها أذعنت عائلة خليل في النهاية إلى كلام الساحرة وذهبوا بالفعل إلى المكان الذي أشارت عليه عند المغارة وبعد أن قاموا بإزالة الحجارة عنها وجدوا جثة متحللة وكانت الجثة جثة خليل وتم الاتصال بالشرطة التي وصلت على الفور وقامت بتحليل عينة الجثة في مختبرها الجنائي ليتبين أنها بالفعل تعود إلى خليل ولأن الشرطة لا تؤمن بالدجل والشعوذة قامت باستدعاء الساحرة وعند سؤالها عن معرفتها بمكان الجثة أخبرتهم أنها قامت بتسخير الجن وقد أخبروها بمكانه بالفعل أخبرها المحقق أنه لا يؤمن بالعرافين ولا بدجالهم وأن أصرت على هذا الهراء فسيتم اتهامها بقتل خليل ارتعدت أوصال الساحرة عندما سمعت هذا الكلام ثم قالت حضر إلي رجل قبل أيام وأخبرني أن أذهب إلى أهل خليل وأخبرهم أنني قادرة على معرفة مكان ولدهم ووعدني بالمال وهددني إن أخبرت أحدا بما جرى بيننا فسيكون مصيري كتلك الجثة كانت أوصاف الرجل التي ذكرتها تلك الساحرة تنطبق على ناصر وتم استدعاؤه على الفور وخاصة أنه كان في زيارة إلى الأردن بعد مواجهة ناصر بكلام الساحرة قال نعم أنا من أخبرتها بفعل ذلك ولكن لم أقصد قتله فقد قمت بدهسه عن طريق الخطأ بسيارتي وخوفا من أن يتم القبض علي وضعته بالمغارة قال المحقق أنت تقول إنك قمت بدهسه عن طريق الخطأ قال ناصر أجل لم أكن أقصد قتله فأردف المحقق بعدها وماذا عن الرصاصات التي اخترقت صدره هل كانت عن طريق الخطأ أيضا؟ أصاب ناصر الذهول فلم يتوقع أن تتمكن الشرطة من معرفة طريقة موت خليل خاصة أن الجثة متحللة لكنه لم يكن يعرف أن الطب الجنائي كان قد تطور تم إحالة ناصر إلى القضاء لكن قرار المحكمة كان صادما فقد أسقطت القضية بالتقادم إذ مضى عليها أكثر من عشر سنوات وخرج ناصر طليقا بعد أن ضاع حق خليل في الأرض لكن عند الله لا تضيع الحقوق شكرا للمشاهدة